موسيقى النظر الكرام اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وننا وقف نناقش اليوم حرب المعلومات بين الغرب وموسكوها المستحرة منذ بدء الهجوم الروسي على اوكرانيا هل نحن امام قوانين وقيود طبيعية ام ان ما يجري يفوق ويتفوق على الحرب العسكرية اين بلغت هذه الحرب ومن يتفوق فيها وما الذي تخفه منه الاطراف اطراف الصراع في هذا الخصوص هذه الاسئلة وغيرها ساناقشها مع ضيفي من بيروت الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع جنوبية السيد علي الامين ومن الدوحة الصحفية المختصة برصد وتدقيق الحقائق في الاعلام الرقمي سيد محمد الزعانين نبدأ هذا النقاش بعد هذا التقرير قبل ان يبدأ الهجوم الروسي على اوكرانيا بدأت حرب سلاحها المعلومات سواء لكسب التأييد او الايحاء بموقف كل طرف على الارض مع بدء الهجوم الروسي تصاعدت وتيرة تناقل المعلومات المتناقضة فالغرب واصل نقل المعلومات التي من شأنها ان توحي باخفاق روسيا في اوكرانيا وبخسائر عسكرية وبشرية ضخمة في المقابل يواصل الروس دعايتهم المناقضة متهمين الطرف الاخر بتزوير الحقائق عبر وسائل الاعلام الضخمة التي يحركها الغرب وسائل التواصل الاجتماعي كانت ساحة رئيسية لهذه الحرب فاستغلها الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلنسكي لتوجيه رسائله الى العالم بغرض جذب التأييد والدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري ومع بدء الهجوم الروسي قطعت غالبية شركات التكنولوجيا الامريكية علاقاتها مع موسكو في حين علقت الاخيرة وصول المستخدمين الى فيسبوك مثلا اضافة الى اصدارها قانونا يعرض اي مواطن للسجن 15 سنة اذا ما اعتبرت السلطات انه نشر معلومات كاذبة لكن في المقابل تقول الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات ان 85 اجراء تقييديا غربيا في الانترنت استهدف روسيا اجراءات كانت تتالى منذ قرار الاتحاد الاوروبي بحظر روسيا اليوم وسبوتنيك الروسيتين ومنعهما من البث في اي دولة اجراء كررته هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية التي الغتت رخصة البث الخاصة بقناة روسيا اليوم فما دور سلاح المعلومات في الهجوم الروسية على اوكرانيا ومن يتفوق في هذا السباق حتى الان ايهم سلمان لبرنامج ولنا وقفة تي ار تي عربي ارحب بكم ضيفي الكريمين واستهل هذا النقاش معك سيد علي الامين سيد علي يعني علاوة على ساحة القتال التقليدية المتعرف عليها والتي تشارك فيها جميع الصنوف هل اضحت واصبحت شبكة الانترنت وبكافة وسائلها الآن جبهة جديدة في الصراع بين موسكو والغرب تحياتي لكم ولضيفك وللمشاهدين الكرام بداية لابد من الاشارة ان هذه المواجهة بدأت مع الحرب وربما قبل الحرب وكنا نشهد يعني رسائل متبادلة على هذا الصعيد وبطبيعة الحال الحرب الاعلامية ليس جديدا انها احد وسائل الحروب التي تجري استخدامها في اي مواجهة سواء كانت المواجهة حصلت عسكريا وحروب عسكرية او كانت في مرحلة تسبق هذه المواجهة العسكرية او او يعني بعد هذه الحرب بالتأكيد نحن امام شكل جديد اذا صح التعبير مبني على بطبيعة الحالة على التطورات التي حدثت على مستوى كل هذه التقنيات التي وتحديدا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل اساسي ويجب الاشارة ايضا الى ان روسيا تحديدا وخاصة ان هناك سابقة على الاقل فيما يتصل بالرسائل الروسية التي كانت تجري على مستوى الانتخابات الامريكية التدخلات الجدل الذي حصل في الولايات المتحدة الامريكية والاتهامات المتبادلة في التدخل الروسي في هذا الامر فهناك سابقة برأيي سببت الى حد ما اتخاذ مثل هذه الاجراءات من قبل الغرب عموما وتحديدا الولايات المتحدة الامريكية لذلك شهدنا بشكل غير مفهوم على الاقل كمراقبين ومنطقي ان تقوم الولايات المتحدة بايقاف كل هذه الوسائل التكنولوجيا او الوسائل التواصل تويتر فيسبوك وما الى ذلك الامر الثاني فيما يتعلق بروسيا بالتأكيد روسيا اسوة بكثير من الدول التي تتسم بطابع شمولي اذا صح التعبير وروسيا يعني تفتقد البعد الديمقراطي التي يمكن ان نشاهده في الدول الاوروبية المحيطة بها لذلك هي دائما تحاول ان تؤكد على سرديتها وبالتالي مثل هذه الاجراءات تبدو يعني غير مستغربة اذا صح التعبير ضمن السياق الروسي واذا عدنا الى الاتحاد السوفيتي وما الى ذلك وضمن المنطق الذي يحكم روسيا اليوم السردية الروسية هي التي تتلقاها اليوم المتابع او بالقسم الاكبر من المتابعين الروس في ظل غياب اي وسائل جدية او حقيقة على مستوى وسائل الاعلام وفي ظل قرارات يعني اعتزال او توقف العديد من المؤسسات المستقلة داخل روسيا عن تغطية اخبار اوكرانيا بسبب العقوبات التي وصلت الى حد كما اشارت تقرير الى انه في حال توصيد ان هذه مثلا مهمة خاصة في اوكرانيا او حرب مجرد تبني فكرة مهمة خاصة فممكن ان يؤدي الى سجن 15 عاما هذا يدلل على اهمية ترويج الرواية والتي الروسية التي يتطلب ذلك اصدار مثل هذه القواعد والقوانين او الاجراءات مما يشير الى اهمية ان يكون ان هذه الرواية يجب ان يتلقاها الروسي المواطن الروسي بشكل من خلال رصدك سيد سيد علي من خلال رصدك لهذه الحرب الدائرة حرب المعلومات ثمت هناك يعني ثمت تضارب في المعلومات بين الطرفين وفي جزئية السيناريو الروسي المتمثل فيما ذكرته ماذا عن الغرب ايضا؟ الغرب يعني بطبيعة الحال وهو هنا يمكن يكون السؤال المحرج اكثر للدول الغربية فاذا كانت روسيا نظامها له مواصفات معينة فيمكن وهذا بطبيعة الحال لا يعني تقبل الاجراءات الروسية ولكن على المستوى الغربي بطبيعة الحال هناك تساؤلات عن مثل هذه الاجراءات هل هي تتناسب مع المسار الذي يفترض أن يكون يعطي مجال لأن يتلقى المتابع الروايات المتعددة وليس فقط رواية واحدة الرواية الغربية التي يجري ترويجها مثلا والتعتيم على الرواية الروسية ولماذا ثم تتضارب في المعلومات بين الطرفين؟ ما الذي يعني هذا التضارب؟ لأن كل بطبيعة الحال يعني الطبيعة الحرب الأعلامية هي أنه كل طرف يريد أن يقدم روايته لما جرى بالتأكيد هناك رواية غربية تريد أن تقول أن هناك اعتداءا روسيا وهجوما روسيا وهناك تجاوز لكل المواثيق الدولية والعلاقات وحتى رواية المبررات السياسية بأن أوكرانيا تريد أن تنضم إلى الناتو أو أنها تهدد هذه الرواية الروس يريدون أن يروجوها وفي المقابل هناك رواية أخرى تروج من الدول الغربية أو بالأحرى من روسيا بأن تريد أن تروجها على اعتبار أن ما يجري هو أصلا رد على ما أعتبره تحدي أوكراني ومحاولة القول أن أوكرانيا وصلت الفكرة سيد علي دعني أنتقل إلى سيد محمد الزعانين سيد محمد شكل هذه الحرب كيف ستكون وما هي الأساليب والأدوات المختلفة لكل جانب فيها كما لاحظنا فيما قبل الحرب العسكرية التي أعلنها العملية العسكرية التي أعلنت عنها موسكو في أوكرانيا اتخذت موسكو وأيضا شركات التكنولوجيا الكبرى بضغط من الحكومات في الاتحاد الأوروبي سلسلة من القطوات والضغط للسيطرة على كم المعلومات التي يتدفق على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظنا أن موسكو طلبت من فيسبوك وشركات مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى الامتثال لطلباتها بعدم تمييز أي محتوى بأنه مضلل أو رفع القيود عن بعض وسائل الإعلام والمنصات الروسية وأيضا شاهدنا الرد الفائل الآخر من الحكومات في الاتحاد الأوروبي التي طلبت من هذه الشركات الكبرى بتقييد المحتوى الروسي ووسائل الإعلام لأنها تتهمها بأنها رواية مضللة وتحمل فبركة كبيرة حول الأوضاع التي تشهدها الساحة الأوكرانية على وجه القصوص اليوم نجد أن وصلنا إلى دروة هذه الحرب الإعلامية الكبيرة التي تشهدها موسكو وأوكرانيا على حد سواء وهناك محاولات للتغلق في موسكو على هذه المواقع مثل فيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو تليجرام بإنشاء بعض المنصات الأخرى التي من شأنها أن تفتح المجال للمهور الروسي وغيره للاطلاع على سيد وفي هذه الجزئية سيد محمد إلى أي مدى تنتهج هذه الشركات المصداقية أو ترها بأنها هي ماضية لخدمة مصالح مواقعها لخدمة مصالح سياسات معينة وأجندات معينة متمثلة في تضليل المعلومة أكثر من نقلها بصورة صحيحة الحقيقة عندما نتحدث عن حيادية أو مصداقية هذه الشركات يعني يطول ونقصل في هذا الحوار يبدو أننا فقدنا الاتصال مرة أخرى سأعود إليك سيد محمد دعني أعود إلى سيد علي الأمين يعني سيد علي إلى أي مدى يمكن أن نقول أن هذه الحرب أصبحت نسخة جديدة من الحرب الباردة ما أدى إلى فرض قيود عليها من كلا الأطراف يعني لا شك نحن أمام مرحلة جديدة في كل الاعتبارات يعني أتحدث عن البعد العسكري والسياسي والحديث عن تغير ونقطة تحول عالمية على مستوى يعني تأثير ذلك على أوروبا على العلاقات الدولية مستقبل يعني الاتحاد الأوروبي الاستفافات الدولية كل ذلك ونحن بالتالي أمام مشهد على المستوى الإعلامي سيكون مجال دراسة وبحث وأيضا محاولة قراءة ما حصل وما جرى بالتأكيد نحن أمام اختبارات جديدة كما حصل الأمر على مستوى مثلا تدخل عندما تحدث الروس أنهم اختبروا أسلحتهم في سوريا خلال تدخلهم في سوريا في عام 2015 وأنه تم اختبار الأسلحة نعتقد أيضا هناك بعد يتصل في البعد الإعلامي أن هناك اختبار يخوضه هذا الاختبار مختلف الأطراف من بينهم بطبيعة الحال الغرب على وجه العموم وأيضا الأوكران وبطبيعة الحال الموقع الروسي لا شك أنه كما قلنا أن كل ذلك يأتي في سياق تسويق الرواية كل طرف يريد أن يسوق رواداته وهذا لاحظناه على مستوى بالجانب التفصيلي شاهدناه على مستوى مسألة الخسائر مسألة التصوير مثلا القدرة على تصوير أن الهجوم الروسي على أوكرانيا هو هجوم ضد النجم هناك فرض قيود على هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي هناك فرض قيود بدأت تمارس عليها من خلال حجب مواقع من خلال إلغاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بالتالي ماذا تعكس هذه الممارسات من قبل هذه الشركات بالتأكيد عندما إذا لاحظت بالانتخابات الأمريكية والتداعيات الانتخابات والتدخلات على مستوى السوشيال ميديا والتي وضعت الفيسبوك على سبيل المثال أمام محاكمة وحتى مسائلة على مستوى الكونجرس وبدأ التدخل الدولي أو التدخل الرسمي إذا صح التعبير في إدارة هذا وخاصة على المستوى الأمريكي وسائل التواصل يخضع لقوانين توضع في الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد هذا عنصر كان دليلا على مدى تأثير هذه الوسائل في الخيارات السياسية وحتى في خيارات الناخبين وبالتالي اقتضى الأمر أن تأخذ سلسلة إجراءات وإدارة الفيسبوك أصلا خلال السنوات الماضية اتخذت سلسلة إجراءات بالتالي التأثير السياسي والرسمي أصبح واضح على هذه وسائل وعلى الأقل من خلال القدرة على الرجم والتحق والمعاقبة أين تكمل قوة كل رواية؟ من له الكلمة العليا من خلال ذلك؟ بالتأكيد على المس كل حسب من يوجه رسالته بتقدير الرواية الروسية تتوجه بدرجة أساسية إلى المجتمع الروسي وتركيز في هذا الجانب بدرجة أساسية على المستوى الغربي يتجاوز الأمر البعد المنظومة الغربية إلى أنها تريد أن تقول أنها تمسك بزمام القادرة على أن تقدم الروايات المختلفة على مستوى العالم كل طرف يريد من سياسة العالمية نعم وصلت الفكرة الكاملة سيد علي دعني أن تقل إلى سيد محمد من خلال متابعتك في الرصد والتدقيق لكل هذه الحرب المستعرة إنجاز الوصف بين موسكو والغرب صاحب الكلمة العليا من هو تحديداً؟ وما هي الأسباب التي وقفت وراء ذلك؟ أعتقد أن موسكو تستحول على المساحة الأكبر في الساحة الإعلامية بشكل عام هناك حجم وزخم كبير من الروايات والمعلومات التي تبثتها وزارة الدفاع الروسية ووسائل الإعلام التقليدية وأيضاً جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الإلكترونية التي تدار من الكريملين بشكل خاص تسوق للرواية الروسية بشكل كبير وكما لاحظنا في عدة أحداث شهدتها الحرب الروسية على أوكرانيا إلى الأيام الماضية وكان أبرزها الاستهداف الروسي لمستشفى ماريوبول أعتقد في 9 مارس الماضي هناك 20 حساب تابع للسفارات الروسية حول العالم نشر رواية موسكو على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا القصف هو قصف أوكراني أو أن الضحايا عبارة عن فبركة ولا يوجد ضحايا مدنيين على غرار ما نشرته أحد السفارات الروسية وكذبت وجود أو إصابة إمرأة حامل في هذا القصف وبعد أيام أعلنت وكالة الأنباء عن وفاتها هناك حجم كبير من المعلومات تدفع به موسكو إلى القضاء الرقمي والإلكتروني لمحاولة تصدير روايتها على حساب على الطرف الأوكراني وأعتقد أن موسكو تدفع بهذه الرواية أو بهذا الأمر لهدفين أساسيين أولهما كما أسلف ضيفك الكريم بأنها رسالة مواجهة إلى الداخل والمجتمع الروسي خاصة أن هناك نتحدث عن نسب كبيرة ممن يعارضون هذا المجوم العسكري وكما شاهدنا في موسكو وعدة مدن أخرى وجود تظاهرات وعمليات قامع وعتقالات وأيضا هناك هدف آخر للرواية الروسية والتي تخاطب فيها الجمهور الأوكراني في محاولات الضغط على هذا الجمهور أو حتى التأثير على مستجدات الأوضاع والأحداث الموجودة في أوكرانيا بشكل عام كما لاحظنا وجود دعاية في الصرف الأوكراني لكن أعتقد أنها لا يمكن أن تكافأ أو تساوي هذه الدعاية ولكن سيد محمد عليك تدرك تماما بأن هذه الشركات هي شركات غربية بالتالي في ظل هذه السياسة الغربية الممنهجة ضد موسكو ما هي الخيارات البديلة لدى موسكو في مواصلة حربها حرب المعلومات بينها وبين الغرب موسكو حاولت في الأيام الماضية وحاليا بإطلاق عدة شبكات ومواقع هي أطلقتها منذ سنين وكذلك منصات جديدة أطلقتها على غرار بيكي وأيضا منصات بديلة لإنستجرام وتليجرام وبعض مواقع التواصل للاجتماع التي من شانها أن يمكن أن تستدرك فيها القيود التي فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي كما أن موسكو تلعب بشكل أساسي مع وسائل الإعلام التقليدية وهل المستهدف هنا من خلال هذه المواقع هو الداخل الروسي أم هي أبعد من ذلك؟ أعتقد أن الأهداف والمقصودة والأطراف المقصودة من هذه الرواية طبعا تشمل الداخل الروسي بشكل أساسي تشمل أوكرانيا وتشمل الغرب والاتحاد الأوروبي هناك عدة اتجاهات ومسارات لهذه الرواية والدعاية التي تبث على مدار اليوم أعود إليك سيد علي التدعيات التي يمكن أن تتأتى من خلال إرسال معلومة مضللة على المتلقي وكذلك الخطورة لها في ظل هكذا ظروفها كذا توقيتات بالتأكيد كل ذلك برهن مستقبل هذا الأمر يتصل بما ستقول إليه المواجهة العسكرية وتدعيات هذه المواجهة وتأثيرها على الأطراف المعنية بمعنى أنه إذا كان هناك انتصارا روسيا حاسما في هذا الملف فهذا سيرتب نتائج معينة بالتأكيد من هذه النتائج أنه ستصبح أكثر هذه المواقع وهذه المنصات الفيسبوك والتويتر والجوجل أمام خيارات أخرى منافسة لا أدري إلى أي مدى يمكن أن تكون منافسة ولكن على قاعدة أن هذه خاضعة لتأثيرات غربية وبالتالي هذا الطرف سيصبح كما كان الأمر بالنسبة للعقوبات ومحاولة إيجاد نوع من التعاون بين آسيا وأوروبا مع الصين ومع دول أخرى سواء على مستوى العملي أو ما إلى ذلك وبالتالي على المستوى الإعلامي وعلى المنصات الإلكترونية سنشهد في المرحلة المقبلية مزيد من محاولة مواجهة هذه المنصات الفيسبوك وما إلى ذلك وهذا برأي يطرح تحدي أيضا على المستوى الغربي إلى أي مدى يمكن أن تساهم هذه السياسات التوجيه أو سياسة الحد من ممارسة حريات على مستوى هذه الوسائل سيؤثر عليها وتصبح بعد أن كانت وفي جزية التأثير سيد علي إلى أي مدى يمكن لهذه المنصات من كلا الطرفين التأثير على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعني المواطن العربي بالتأكيد هذا سيكون له نحن نتحدث عن وسائل التواصل ربما تأثيرها أكبر التأثير الروسي ربما في الإعلام التقليدي قد يكون عبر المحطات التلفزيونية أو جزء من هذه المحطات لكن حتى الآن يمكن أن نقول أن التأثير الأكبر هو تأثير هذه المنصات الأساسية التي كما أشرنا أنها تخضع في كثير من الأحيان لقيود وتوجيهات معينة لكن هذا لا يقلل من شأن كما قلنا أن الرواية الروسية ووسائل الأعلام تجد لها مكان وصدى في منطقتنا وبالتالي أيضا هو خاضع للانقسامات السياسية التي يمكن أن نرى بعض الدول تنحاز إلى روسيا بشكل أو بآخر أو دول أخرى تعارض أو دول أخرى تحايد ومحايدة وهذا برأيي يجب أن أقول نقطة أخيرة هنا ساهم إلى حد كبير الصراع الأوكران الروسي إلى فرض تحدي على الإعلام على المستوى العربي لأن هذه القضية قد لا تكون كما قضايا ليست قضية شرق أوسطية تفرض على وسائل الأعلام أن تنحاز إلى هذه الجهة لأسباب بسبب ارتباطاتها هذه القضية برأي الإعلام العربي إلى حد كبير كان قدم نموذجا لا بأس فيه يمكن أن يشار إليه على مستوى تقديم الرواية خاصة إذا صح التعبير أو رواية أكثر موضوعية من الروايات الأخرى نعم دعني أنتقل إلى السيد محمد في الدوحة سيد محمد ذكرت في جزئية الخيارات بأن لدى موسكو خيارات بديلة أخرى من إنشاء منصات تحاكي الداخل الروسي ماذا بالتالي عن أوكرانيا والتي تعرضت أغلب منصاتها إلى تدمير من خلال هذه الحرب الدائرة أعتقد أن المساحة التي يمكن لأوكرانيا العمل فيها لازلت أوسع وأفضل من الجانب الروسي وخاصة مع مبادرات عدة للشركات الكبرى وأيضا استجابتها لكثير من الطلبات التي من شأنها أن تقيد الرواية الروسية وخاصة عندما شاهدنا في بدايات الأرض عمليات استهداف للبناء التحتية المختلفة وظهر سيناريو ماذا لو انقطعت خدمة الإنترنت عن البلاد وكان الأمر حاسم من إيلون ماسك الذي غلّد عبر توتر بأنه وفّر خدمة الإنترنت الفضائية المتمثلة بخدمة ستارلينك للأوكرانيين بشكل عام هناك انحياز من الشركات الكبرى للغاية هذا فيما يتعلق بالشركات ماذا لو تعرضت الشبكة في أصلها شبكة الإنترنت إلى تدمير من خلال هذه الحرب الدائرة هل من بدائل لدى الأوكرانيين؟ هناك عدة بدائل يمكن النجو إليها بشكل عام ولكن عندما نتحدث عن بدائل لفيسبوك وتويتر والمرصات الكبرى في هذه الحرب التقليدية والغير مسبوقة والتي يتبعها العالم فلا يمكن أن تكون هذه البدائل كافية لتصدير هذه الرواية أو لمحاولة بث المعلومات حول ما يجري على فيئة الواقع ونقل الأحداث من الأرض دائما البدائل ستكون صعبة لأن هذه البدائل ستكون مرتبطة بردات فعل سواء من الجانب الروسي أو من الأوكراني ولن تكون بكفاءة هذه المنصات الكبرى التي يتبعها العالم نعم أشكرك من الدوحة الصحفي المختص برسد وتدقيق الحقيق في الإعلام الرقمي السيد محمد الزعنين وكذلك من بيروت الكاتب الصحفي ورئيس تحرير موقع جنوبية السيد علي الأمين شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين وشكر أيضا موصول لكم النظر الكرام في هذه الحلقة دونتم في ختامها بالتحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة